السلام عليكم ورحمة الله ومراحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة معنو وصفات أم هيتم اليوم ان شاء الله رحمن الرحيم سنشارك معكم 3 حشوات من الحشوات التي يكون لهم طلب كثير الفرق اني سنشارك معكم اليوم بوصفات المحالات وصفات التي يكون اقتصادية بكمية وصفية وان كيف يصدقوني تبكي خطيرة الكثير من المدر وسمية اللي هي وفيرة كيفما كتلكم التزدي الحشوات اللي كيجيوا بنانين كيجيوا لدادين وكل شي كيبغيوهم كبيرا وصغيرا غادي نشارك معكم بالخصوص طريقة لف ديال البريوات اللي كيلقى معها مشكل الطريقة اللي هي سهلة يجيكم هكا مسدودين يجيكم الحشوة هكا موزعة في القناة حتى اللي بغيتوا تقليهم وتخرج لكم الحشوة من الجوانب وغادي نشارك معكم حتى طريقة الاحتفاظ ان شاء الله في اللي عجبون فيديو ديال اليوم كيف لعدا ما تنسونيش فقط من اللايكاتكم للتشجيل ما غديش نطول لكم وخليكم ان شاء الله مع الفيديو الاخير كتشفوا معنا المقادر وكذلك كيفية التحضير ونبدأوا على بركتي الله بأول حشوة اللي هي الحشوة اللي كان ناخده بزفزف حشوة الملحات ديال الكروفيت اللي كان ناخده من المحلس فانعندي ايه قد نس كيلو ديال الكروفيت من بعدما اقته فىهو خلالياة رابعة ديال الكروفيت دائما الكمية ديال الكروفيت بقشورها تطيح surprising رابعة ديال الكروفيت غديندون معها رابعة ديالفيرمستيل يعني هذا الجوج immersive صغر رافيهم كل واحدة وا competit quyes 10n g ام يعني بجوجهم 250 كرام يعني قد الكروفيت قد قد الفيرمستيل بالنسبة للشر مولا في الملحة البزر كامون تحميرة العطرية الهو العطرية ديال الحوت minute ليس الطرية ديال الحود يمكننا التومة محكوكة مع الضويمة او تومة بودرة الهريسة على حسب الضوط عسير حامضة الربع مقطع مخلطة برومة ادنوس وندي هنا علبة الصغيرة مع بلعباء او العلبة الصغيرة مع ارتفع 25 جرام رطبتها في الماء وضوزتها في الهشواء اولا نأخذ هذيك 250 جرام للفيرميسي و نرقدها في الماء القشور ديال الكروفيت غليتهم في الماء مع أوراق سيدناموسا و نصفيته على الفيرميستير و نصفه و نقطعه بالمقص بالنسبة للشرمولة نضيف الحامض نضيف التوابل كاملة الملحة البزار الكامون تحميرها العطرية ديال الحوت أولا ديال البستيلة تومة ضويمة تومة الهريسة و الحامض مصير نصف حامضة مصيرة و نضيف حامضة مصير أضيف حامضة ديال اولا أضيف حامضة جميلة و نضيف حامضة مقايلة نضيف لجمع ملحة سوف نضيف لهم الكروفيت سوف نحاول انني ندوذ ب هذا الشكل هذا دائما النار هي مرتفعة وشرط ضروري واساسي ان المقرد لكم تكون سخونة وهذا الكروفيت هادر سوف نحاول ان انا ما نشحره بزف بزف حتى ينشف سوف يتلاحظون غير يقبط راسهم ويبدأ كاك يتكمش لنا شوية ذاك الكروفيت سوف نحيدو ونضيف واحد شبيكة كي يصفي باش يصفي ذاك الماديال وكامل ما يبقوش في السوائل وذاك المال اللي سوف نرميوه مميما انتم لاحظوا معي را نار اللي هي مرتفعة را ما غداش نشحره بزف زف هاد الكروفيت اللي سوف نعمره في البريوات ديه ونحاول انه ما يكونش مشحره لطايب ناشف باش تبقنك هاد ديالتو بين سوف ينتم لاحظوا معي هنرا ما قطعت حتى شي مقطع خليتوك يموه باش توفوا معي را ما غداش ياخد معكم حتى دقيقة كاملة هكاية في المقنى هم من بعد مجمع راس وانتم كيف كتلاحظوا وصافية غدين ناخدو مباشرة كيف كتليكم غدين ديروا واحد شبيكة كولا صفايا ونخليك تسقطر جانبا نفس المقلات غدين زيد كذلك هنا شوية ديال الزيت النباتية غدين زيد الشرمولة الكيميات ديال الشرمولة كاملة اللي تبقت ليها غدين نضيف علي هادك العلبة ديال العلبة ديال العلبة صغيرة غدين لكم وقيلة فيها خمسة ثلثة ولا خمسة وعشرين جرام ديال الشمبينيون ونواق من بعد مرتبتو صفيتو ودوزو فلها شوية كندوزو مع ديك الشرمولة في المقلاء وكنزيد عليه مئتين وخمسين جرام ديال الفيرميسيل او الشعرية ديال الروز مو مئتين وخمسين جرام ديال الفيرميسيل او الشعرية الصينية طف هنا يا كان نحاول ان نشحرها واحد شوية هكا مع ديك الشمبينيون مع العطرية وغدين ناخد كذلك حتى الكمية اللي تبقت لي هكا في البول غدين نضيفها وكيف كتليكم هذا المال اللي غادي قطر لي نام من الكروفيت غادي ناخدو كذلك وتهوه غادي نضيفوها هكا الهد الفيرميسيل هادي انتم ما شوفوا معي كتكون فيه كذلك نكالي يزوينه صفي هيا عيكا نديها ونجيبها يحاولوا متكتروشها كتخليوها فوق النار بزر غي كتديها تجيبوها صفي كي نسجم المكوينت كتزولوها مباشرة وندوزو هنا غادي نضيف عليها الكروفيت ديالي بالنسبال هد الكروفيت هادي كلي حبةكل حبة خديتها قسمتها على جوج أنا نجاتني لworthيرميسيل بزاف الص ونقسمكلها قسمتلكم خديت database هنا اضفت يهنا كمية ديال ذيت والأخضر لبء مقطع ولكن هكا فاش خلطي الحشوهила اللي باليا عني الكروفيت بل يوزعها واخديت الكمية كاملة كامله oyun اش اديا هذا هو الوصفة التي اخذتها وحشوة الثالثة هنا سنزل الحشوات الثالثة وكذلك محبوبة الجميع وخصوصا انا تعجبني هذه الحشوات التي يكونون فيها الخضر هنا هنا ثلاثة الحبات الخيزو و ثلاثة الحبات الكورجيت لهم كبارين محكوكين سنضيف لهم شوية الملحة شوية الهريسة اختيارية مع سلصات الصوجة سنضيف عليهم الملحة والبزار وشوية زيت نباتية وفي مقلة أخرى هنا هنا البصلة لا تريد أن نقلي البصلة مع الخضراء الخضر تريد القلمة لا تريد أن نقلي البصلة لأن البصلة تريد أن تقلي لدي معهم رابعة فقط لدي اللحم المفروم لدي هنا شوية الملحة والبزار الخرقوم العطرية و لدي هنا تقريبا 100 جرام لدي القرقع مقطع طريفة لديهم صغيرين خضيت البصلة لها شوية الملحة والبزار و درتها تقلى الخضرات ديالي فادل أثناء هذي كيف شتو معايا فكانت تشحرات هكا وتقلت مزيين زلية التوابل ديال هاللي بقاولي هي البزار مع الهريسة و شوية ديال بودرة ديال التوم و سلصة الصوجة والبصلة ديالي من بعد ما تقلت كذلك ضفت لها درابعة ديال بنترا 250 جرام كيمة شريتة كيمة بيتها احداكم 250 جرام ديال الكفتة اولى اللحم المفروم كنحاول انني نفتتها غيرها كابل ملعقة و نفتتها مزيين مزيين من بعد غدي نضيف لها التوابل ديالها ليا كيف مكتلكم شوية ديال خرقوم البودرة ديال التوم والعطرية ديال الكفتة صافيا غدي نخلطها تشيكون شي و من بعد غدي نضيف لي هذيك الخضرات اللي تقلت لنا الخضرات كيف مكتلكم كيف مكتلكم باش مكتلكم و كيف مكتلكم باش مكتلكم صافيا غدي نضيف كل شي هكما بضياته دابا بعد ما تتبل كل شي بوحده و تقلل كل شي بوحده و طلقنا كهاتم بضياتهم غدي نخلطهم دابا حتى نساجموا و كخطوة اخيرة بطبيعة الحال غدي نضيف هذيك الكيمية ديال القرقاع اللي بنات كي يعطي واحد لخوكون زوينة في السيجار هادو غي يجربوهم ما تنضموش لهم 50 جرام ديال القرقاع 50 جرام انا قلت لكم 100 جرام و 100 جرام عصيرة تتوزع لكم هكذا الحوشوة كاملة سأعطي واحد لخوكون لوزوين ان شاء الله غي يعجبكم و عندما نضيف الحوشوة الثالثة والأخيرة الحوشوة المفضلة عن الجميع البسطيلة ديال الججاج فقد نحتاج لها نصف دجاجة عندي هذي نصف دجاجة عبرتها فيها كيلو ججاجة كاملة كان عندي فيها كيلو تقريبا تقريبا 600 جرام من بعد ما الدبحات والتوصلات بطبيعة الحال فهذه النصف ديالها فيه كيلو معبور كيلو عندي هنا جوج كيلو ديال بسطلة الحمراء اللي هي مقطع ويفضل ديره ثلاثة نيلة عوضة الوصفة غدين ديال ثلاثة كيلو كتجي أحسن عندي كتوابية شوية الملحة البزار سكنجبير الخرقوم سمن وعند هنا ضويمة ديال الزافرة عوية ديال القرفة تولوتين الكأس مخلط ما بين زيت نباتي وزيت الزيتون وربطة ديال الربين سواء تنجروا الكوكوت إذا عندكم الوقت تنجروا غير تنجروا فدروا الكوكوت ديالكم ندر مباشرة البصلة اللي ولا نزيد عليها هنا يا ذاك الربيع نزيد الضويمة ديال الزافران شعره اللي عندكم ثوابية كاملين ونزيد الزيت هنا بغيتو تدود شوية المزيدة فأنا ما غديش نزيد هي ذاك الكمية البصلة ستطلق كاملة الماء سوف نسد عليها ونضيف سفارة ونضيفها من الأول عنار منت وسطة مرة مرة غير كاملين ملحك الكوكوت من اليدين ديالها والكوكوت ديالي مسدودة كيف تلكم هذيك البصلة كاملة ستطلق الماء سوف نخليها على نار الهيام توسطة حتى كي طب يتجاج نحركت ماتشي حاجة نصد جاجة كما حطيتها كما بقت انتوما قاعد رطابة قاعد طيبة هارية حاولت انني هنا ينهزها ونحييد هنا لبقي العظيمات ضروري تأكدو ميكونوا بقي العظيمات لشوائب في المريقة لا تشي حاجة سوف نحييد كذلك حتى الرباطة ديال الرباطة سوف نزيد هنا واحد نسكس ديال لأسل مع معلقة صغيرة ديال القرفة هنا بالنسبة لأسل لأسل منزلي بغيتوا تعودوا بسكر ديلوا هنا واحد ثلاث تحت الاربعات المعالقة الكبار ديال السكر فهذه الكمية اللي أعطيتكم ديال البصلة مع معلقة صغيرة ديال القرفة اللي تكون مطحونة جديدة وتكون زوينة سوف تخليها على نار هكايا اللي تكون مرتفعة باشي نشوف الناديك سوي كيف تشوفو را ما درت لها ملاولوا والبصلة هذك المراق ديالها كامل تلقاتوا سوف نحرك طبيعة الحبش ما دل سقش لي تحتوه تحرق فدلأتنا هذي خمسات الحبات ديال البيض درت لهم معلقة كبيرة ديال ما ديال الزهر سوف نخلطها مزيان مزيان وعندي هنا واحد تقريبا واحد حفنها كايات ديال المعبنوس المعبنوس اللي بنا تمشي القصبور المعبنوس اللي هو مقطع عقق سوف نخلط البيض بسرعة 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 يعني هذي الحركة ستكون سريعة باش البيض لا تكتلش لنا ونونا قطاع كبارين ديال البيض بالعكس البيض هكافوش نخلطوه مع الضغميرة ما يبقاش كيبان نهائيا اول ما يبنش انه في البيض شوفوا معايا هنا انا كتكن ضيف البيض على دفوعات او لا غير شوية بشوية نظلي هي مرتفعة بل خلاط كيف شو معايا كنخلط مزيان سوف نخلي نار اللي هي مرتفعة ونبقا كنخلطها النار يدي يتحرك نهائيا ما تغفلوش اليها فضل مرحلة هذي باش هذك البيض يعني مية كيف كتلكم ما يتكتلش لكم هكاف القاعدة ولا مع الجوانيب ويدر لكم كورة واحدة كتبقا ويدكم يتحرك سوف يبقا كيبدا كي نشوف لكم شوية نشوف لكم الضغميرة فكتنقصوا نار اللي هي مهيلة شوية وكتبقا وكتحركوا وانتو ما شوفوا معايا حتى ما كتبقا حتى قطرة دي المار دي الزيت ما كتبقا حتى شي حاجة شوفوا معايا البيض ما كيبنش نهائيا انه في البيض شوفوا سوف البيض منساجم تماما مع ديك البصلة هنا انا غدي نطفع ليها غدي نخليها جانبا كتبرد نحيي دام الكوكوت طبيعة الحلش ما يرجعش لها الصغر واندوز هنا يلجاج ديالي مباد ما برد شوية غدي نحاول نقطع طريفات صغيرة هنا لانهم برايوات يعني تقطعهم صغيرين بحالة بسطيلة الكبيرة قد نحاول نقطعهم شنية فاتلة يكون صغيرين بحالة يتوزعوا لي في الحشوة كاملة وحتى في العضة ديال البرايوة عفوا ما تجينيش هكذا يطرف لهوا كبير من قول انتعاب دوحنوية هنا قد ناخد كذلك كمية اللوز عندي نعتقد 300 جرام اللوز في الصغر كان دوزو في المغلية كان ديالي القشرة ديالي كان ديرو في شوية ديال الزيت اللي هي بردة و كان ديرو فوقنار اللي هي مهيلة مع التحريك بطبيعة الحال كيف العادة حتى يتحمل لينالوز ديالنا من بعد غدي نطحنوا مع معلقة صغيرة ديال القرفة صار شي ديال زهر البرتوقال و نسكاس عندي هنا ديال سكر غلاسي انا هنه غدي نطحنهم هنا في الهاشوة وبالحق قدي نطحنهم مزيان مزيان هديك تبغي تديرو هكا على شكل بسطلات فا يعني مش مشكله خيبقى لكم شوية مفرتات كيف غاتشوفوا معايا ولكن انا شخصيا غدي نطحنه لانه في البريوات الى خليته هكا غدي محني فالمهم هادي الدغميره ديالي من بعد مر بردات حينة لو كيف تشوفوا معاي كما فرته بحالكسكسو و كيف مكتليكم ثلاثة كيلو غدي يجي معها ت�جاج ثلاثة كيلو تبي طيب تم كاملين غدي تعطيقون قد ولا ي Solutions يعني ن Lisa في الحشوة تبي طيبي يمكنون إيجاز كمية اكتر يعني تبغي طيلة سيكون ثلاثة كيلو غدي تعطيقون مزيقون فالحوشوات جذيان خمالهم غي تبي قهم بتبغي قدي化 الحوشوات جذيالكروفيت كمي بردات المظلمات من الوصفات التي موجودون جدا و تعودوا الوصفات و الدرجات الذي يجب من الوصفات اخذتها بردات و هذا الوز هنا بالنسبة للوز را ممكن تعودوا بلك وكما يماني لهم تحنتوا متاع اللي كتو من الافضل لكي لا يكرفسنش في الخدمات للبريوات لأن الخدمات هي بحال بسيطلات يعني تكون هكا مجموع لتشتت لكم هذا الوز فحاولت انني تحملوا مزيان بالنسبة للورقة البنات لالورقة يعني توجدوا الحشوات و تجدوهم يرتاحوا أنا الورقة هنا لأخذ الورقة الكبيرة لأن السيدة اللي كتخدمتنا لورقة النوعية اللي يزوينا فكتدير غير الحجم الكبير هذا الحجم الكبير يعني الورقة كاملة راه فيها تقريبا شي 3 و 40 سنتيم ديام ما يتخذيها لها من بعد ما نحيط لها هدوك الجوانب اللي كي يكونوا شي شوية نشفي فتقريبا كتولي واحد 40 سنتيم يعني في الدائرة يعني ورقة اللي هي كبيرة بمعنى الكلمة يعني كنقسمها هنا غير على 4 راه البريوات غدي يجيو حجم اللي و كبير الورقة هادي من بعد ما حيط لي الجوانب رابقات لي فيها 40 سنتيم ديام ما يتخذيها لها 40 سنتيم قسمتها على 4 فقط غدي ندير البريوات يعني بريوات بريوات هكا اللي تخذوهم في القوتي ولا في العشاء مع شوربة يعني بريوات حجم اللي هو كبير أكبر من هذيك البريوات اللي كتخذوه من يعني من المخبزات تقريبا هدو الورقة هادي في المخبزات رات تقسم على 5 انا قسمتها غير على 4 المهمة نغي كنعطيكم فكرة يعني ايه كنوضح لكم باش تتعارفوا كناخد الورقة ديالي كيف العادة الجيهة الملسة الجيهة الملسة يلي كتكون على برا يعني كتديروها ملتحت والجيهة الحرشة كتكون هكا مقابلة ملفوق كتاخدو الكمية ديال يعني ديال الحشوة كتوزعوها من بعد كتاخدو كذالي كمية ديال العقدة كتديروها كملفوق وكتبدو كتلفو الطريقة ديال اللف انتو ملاحظوا معايا كنحاول نطوي واحد القنط كنشكل المثلث كنطوي القنط التالي باش يتشكل لي على شكل جوية سوف يوكا مقاكا اللف من جهة الجهة بغيتكم تركزو لي على الجواني فاش كنبغي نطوي البريوة شوفوا الاصابيع ديالي بغيتكم تركزو للاصابيع كي يكون الاصبوع ديالي في القنط اللي غدي تضرع لي الورقة ذاك الاصبوع اللي كتديرو هكا في القنط هو لي كيخلي لكم الورقة مجموعة ويبقا وكم القنيتات مسدودين انا غدي نحاول ضروري غدي ندليكم هكا لقطة عن قرب او للقطات عن قرب باش تشوفوا معايا اللف ديالها كيفاش كي يكون هنا حاولت انا اني كيفما بتليكم نجيب لكم هكا من جهتي انتو ملاحظوا معايا فكنحاول نطوي القنط باش يعطيني هكا شكل ديال المثلث كنحاول نلحو شوة نوزعها في القناة كاملين غدي نحاول نقرب لكم ما امكان بش يكون باين شوفوا معايا حتى كنشكل المثلث هذك المثلث كنتأكد ان الجوانب دياله كاملين عمرين فيهم الحوشوة كاملين يعني ما خاوينش صافي ولاحظوا معايا دائما باش كنبقي اللف سواء منها الجهة ولا من الجهة الاخرى كن ندير الاصبوع ديالي باش كنزير وشوفوا معايا المثلث كيفاش كيجين شوفوا معايا البريوة كيفاش كتجين سدودة كيفاش كتجين فينيا يعني وخط قليوها في الزيت ما تخافوش ان ان الزيت يدخل هكا البريوة ديالكم الداخل او للحوشوة تخرج لكم على بره الزيت فانتو ما كيفك تشوفوا معايا كنحاول اولا نقفل على الحوشوة ديالي ونشكلها كواحد المثلث ونعمر الجنب وعاود نطوي للجهة الاخرى صافي هنايا كنحاول القناتكا من يكونوا مقادين مع باضياتهم ومعمرين ما يكونوش خاويين وهنا كنبقى نلف من جهة الجهة ودائما الاصبوع ديالي كنتبتو مع الجوانب اللي كانطوي باش كيجيونا مسدودين ومفينين صافي كنتمنى يكون شرح ديال اللف ديال بريوة يكون بعين احنا غادي ناخدهم وغادي نقفلهم بايات ديال البيت بايات ديال البيت فككتو واحد شوية هكاية وكندووز بالبانسوب طبع تحل ممكن تسدو بالخاليط ديال الدقيق مع الماء وكيبقى لكم الاختيار فهذا المسألة هادي صافي هنا غادي نسدهم كاملين وهذا وشكل ديال ممكن كتلاحظوا معي بريوات صراحة اللي كيجيو مفينين مزين نفس الطريقة غادي نديرها حتى في الحشوات ديال الكروفيد فنفس الطريقة الورقة عندي كبيرة نعود نأكد رادي امتخذ ديالها عندي فيها 40 سنتيم وكنقسمها غير على 4 40 سنتيم وكنقسمها غير على 4 يعني را البريوة كتجي بريوة اللي هي كبيرة كبر من هادوك اللي كتاخدو من المخبزات بغيتو تصغروا فهذا المسألة كيبقى لكم سوف نقسم الورقة نفس طريقة وغادي نلف بالنفس طريقة اللي وريتكم في البريوة السديل تجير يعني نفس طريقة هنا فقط الكيمية اللي كتديروا في الحشوة فهي كتفقلكم في هالامختيار فتحاولوا أنكم تعمروا البريوة اللولى التانية التالتة وتعبروا يعني تعبروا الكمية ديال الحشوة اللي كتديروا وتشوفوا الحجم المناسب لكم إنتما غير حاولوا دائما البريوة ما تكونش عامرمزين غطرة يعني هاد كمزيرة بزاف فاش منبعتراش تبغيوا تطيبوها سواء في الفران او لا في المقلة ما تكونش مزييرة بزاف وترتق لكم يعني حاولوا تكون عامرة ولكن ما تكونش بومبي كيف كان قولوا يعني بومبي من فوق غادي ترتق كيف كان قولوا غبو حدها صافي هنا هي كتديروا العمارة اللي يعني الحجم اللي كانت نسبوا فانا هنا تقريبا في العمارة ديال هادو ديال الكروفيت فتقريبا تقريبا كان ضن درت فيهم 35 جرام او 40 جرام وديال البريوات ديال الجاج فانا درت في كل حبام الحشوة ديال الجاج درت فيها 25 جرام و10 جرام ديال العقدة صافي او لا 12 جرام ديال العقدة بحالها كاكل بنات بالنسبة للحشوة ديال الكبتا هنا أنا فضلت انني نديرهم سيقر غير هنا سيقر بالنسبة للسيقر كيكون شي شوية كي يعدب إلا بغينا نقولو بالنسبة لورقة الكبيرة يعني انا بالنسبة لكي لقيت لورقة صغيرة فغدي تجيني أحسن بالنسبة للسيقر بالنسبة لورقة الصغيرة فكا تقسموها غير acuerdo جوج وتخدمو لسيجار ديالكم بالنسبة لورقة كبيرة بيتكن صعيبة شوية في الخدمة ديالسيجر هذل الورقة كيف ما أكد لكم كبيرة بزيز فأنا غادي نقسم كلها نص غادي نقسمه على ثلاثة يعني الورقة كاملة غادي نقسمها على ستة ديال المتلاتة باش يعني مش ميجيونيش هكا يا الورقة غير كبي وإلا كانت الورقة الصغيرة نعاود نأكد لكم بالنسبة لسيجار الورقة الصغيرة كتجي أحسن بكثير في الخدم غادين ناخد المتلتة ديالي كيف العادة دائماً جيها الملسا كتكون في الأرض وجيها الحرشة كتكون من الفوق وشنو غادين دير أنا غادين ضوب الورقة لأني فاش عمرت السيغار لأني جربت واحد الحضة فاش عمرت السيغار ديالي يعني بمتلتة واحد فيعني هكذا أنتم ما تلاحظوا معي نلف معكم وتشوفوا معايا جاء يعني ممسددش مزيان أنتم ما لاحظوا معي بحلة غير بحلة غير ضرت عليه الأجينة سدت على الحشوة سواء طيبتوهم في الفران أو لا طيبتوهم في المقلة فذلك الورقة غادي ترتق لكم أكيد غادي تحلكم كل شيء غادي ضيئ لكم فأنا اضطريت أنني أنا عاود يعني كندير جوج ديال المتلتات وحدة في قلب وحدة بش يجيكم سدودين كنتوا غادي تتوزوا السيغار ديالكم هكا في لشابلوغ أو لا في الكنافة فغير يعني متلتة وحدة غادي غادي يكون كافي فأنا غادي نستمر بنفس طريقة هكا غادي نحاول نقل نستف كيمية تكون عندي هكا الطبلة وندوز عليهم كاملين عشرات الحبات أو لا مهم على حسب الحجم ديال البطاجي ديالكم قداش وتعمروا الكيمية كاملة ونأكد إلا كنتوا بغي ندوزوهم هكا في الخبز المحمص أو لا في الكنافة فغير لفة واحدة يعني متلتة واحد غادي يكون كافي إن شاء الله فهي الكمية هذي كاملة ديال البريوات وديال السيغار اللي عمرت معكم اليوم بالنسبة للنصف دجاجة فأنا خرجت من هنا 44 بريوة وكندرت و3 كيلو ديال بصلة رتخرج لكم حتى 50 حبة أو أكتر بالنسبة الرابعة ديال الكروفيت مع رابعة ديال فخرجت منها 40 بريوة والحجم كبير البنات را كيف تشوفوا وليسيغار كذلك فهنا هي كتر من 30 حبة ديال السيغار بالكفتة مع الخضرة يعني رابعة ديال الكفتة خرجت منها كتر من 30 حبة نصف دجاجة كتر من 40 حبة وربعة ديال الكروفيت 40 حبة ديال بريوة بالنسبة لطريقة ديال القليف الزيت فالزيت ضروري تكون سخونة غير كتديرو فيهم البريوات كتقلبوهم الجهة الأخرى كتبط كي قلط راسهم أو كي بيض كتبيض لين الورقة هنا في المرحلة هذين كنقص النار كندير هنار اللي هي مهيلة وكنقلب من كل الجهتين باش كتطيب الورقة على خطر خطرها وكتقرمش بحل من بره بحل من الداخل يعني نعود زيت كتكون سخونة في الأول كنوضع فيها البريوات ديالي باش ما كتبرج ليا الزيت كنوضع فيها البريوات على العنار اللي هي مرتفعة غير كنقلبوهم الجهة الأولى الجهة الثانية كتبيض لين الورقة به الشكل هذا صفي كندير اللي هي مهيلة مرة ضروري 180 درجة وكتخليهم يطيبو على خطر خطرهم الفوق والتحت ونفس الوقت عندكم الطوى ديال الفران ديال الغاز فكتطيبوهم في الجهة الفوقانية على خطرهم على كتبطهم يتحمروا هذي الكمية كاملة كيف شتوا معايا هذي كمية ناقلتهم معاكم باش شوفوا معايا والاخرين فاندرتهم في البلاستيك بغيتو تدرهم هكاف شي بواط فكتجمدوهم يأما كتجمدوهم يعني حتيك يجمدو وكتدرهم في بواط وكتفرقوا بيناتهم هكايا بالبلاستيك بغيتدرهم بحال هكاف البلاستيك كيف ما درت بلاستيك الخاص ديال المجميد فكتستفوهم وكتحطوهم في المجميد لوقت اللي كتبقوا شي حاجة فانتو ما كتجمدوها بطبيعة الحال بالنسبة للناس اللي يسولوا على الطياب ديالهم من المجميد فانتو ما كتخرجوهم مباشرة من المجميد كتدخلوهم الفران ديالكم او كتقليهم في الزيت مباشرة من المجميد ما تخافوش منهم نهائيا هذا هو الشكل ديالهم من الداخل كيف يجي شوفوا معايا الحشوة ديال بغيتكم شوفوا شوفوا معايا كيف كتجي معلك كتجي وعرة بزاف الورقة كتجي مقر مشاك كيف شرط لنا هي مهيلة انتم شوفوا معايا كيف يجي دك اللوز بوحد وهك يمعلك والحشوة بوحدة وتبدرو كل حاجة بوحدة يعني بغميرة بوحدة جج بوحدة وعد تعليق فكي يبقى لكم اختير ولكن المدقرة كيجي خاطير بزاف كيجي احسن من المخفزات بكتير كيجي وعرين بالنسبة لي انا هادو ديال الكروفيت كتلقا وحبة وحدة وحدة اللي كتلقا وها في كل بريوة والبريوة كتاخذوها بسد دراهم ولا بس بسد دراهم ولا خمسة دراهم على حسب كل وحد بشحل كيبيعها على حسب الحجن ديالها فهادو كيجي احسن احسن بكتير كيف ما قلت لكم البريوات كذلك ديال الدجاج كيجي خاطيرين وعرين وعرين فإن شاء الله اقتراح اليوم من الإعجاب ديالكم وجربه كيف دي ما تنسوا نشف فقط من لايكاتكم للتجه بارتاج مع الأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي شكرا دائما لحس المتابعة لفيديو قادم إن شاء الله والسلامة